اشتركوا في القناة المفاصل لما عملوا عندنا المنتزه احنا فرحنا كثير لانه هو المنفس الوحيد النا ما عنا اشغير يعني نضيع وقتنا فيه تسلى فيه وخصوصا انه احنا محتلين من الاستيطان بنخاف منهم بنشروا فينا الخوف الهدف من هذا المشروع هو توفير بيئة امنة للاطفال والعائلات كمتنفس لهم وايضا حماية تنقل هذه المنطقة من منطقة مكب نفيات الى منطقة متنزه طبيعي لاطفالنا وعائلاتنا في منطقة الحفاصي نحول هذه المنطقة من منطقة مكب نفيات الى متنزه طبيعي وهو المتنفس الوحيد في منطقة كفر اللبد جاءت الحديقة ضمن مشروع العدالة البيئية والمناخية في فلسطين المنفذ من مركز العمل التنموي معا واتلاف المؤسسات الاهلية الزراعية بالشراكة مع مؤسس تيوي ايفكت وشبكة المنظمات البيئية بالتعاون مع بلدية كفر اللبد وبتمويل من القنصلية السويدية جاء هذا المشروع بناء على شعور بمشكلة وهي عبارة عن مكرها صحية بدأت وتفاقمت حتى كادت ان تتحول الى مكب كبير في المنطقة حتى توجنا اليوم عملية افتتاح هذه الحديقة اللي هي اصبحت متنزه للجميع اللي هي حولت المشهد من حالي الى حالي المنطقة زي بطلع وين ما كان فيه مستوطنات حواليها بما انه فيش حدائق قدراء للاطفال هذه بتتعاد متنفس الاطفال وحتى للعائلات يعني في مناطق ما بعد المغرب متنفس الخروج من البيت والاستمتاع في مناطق خارج البيت فطبعا هذا مهم يعني وإلا الانسان يعيش فقط بين جدران وهذا بأثر طبعا عن نفسية وعنوية الانسان منطقة الحفاص مهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال الذي اقام مستوطنة ابن حيفتس على جزء من اراضيها ويمارس المستوطنين هناك اعتداءاتهم بشكل متكرر في محاولة للسيطرة على ما تبقى من اراضيهم وطرد سكانها الاصليين في وقت يعاني فيه المواطنة هناك من التهميش على مختلف الاصعدة اشتركوا في القناة